اهلا وسهلا بكم جدا لانها بتساعدني على التعرف على الالات والمعدات اللي انا بستخدمها داخل تخصصي وبالتالي هتأهني للصف الثاني عشان اتعرف على معدات وعمليات تانية اكثر تطور واكثر خبرة بيبقى عندك وانت خارج من الصف الاول وكمان المادة بتكمل معايا للصف الثالث عشان تعرفني على ماكينات اكثر تطور واكثر معرفة وبالتالي لما بتتخرج بتلاقي نفسك عندك ملأمة لسوق العمل قادر تتعامل مع الالات والمعدات الموجودة في سوق العمل قادر تشتغل داخل المصانع اللي موجود فيها التخصصات بتاعتنا وبالتالي الخبرة العلمية اللي انت اكتسبتها اثناء دراستك في الصف الاول والثاني والثالث قادر تؤهلك بمعلومات تقدر انك تشتغل بيها في سوق العمل وتكتسب المهارات اللي هي بقى المهارات العملية طب هل انا في الصف الاول والثاني والثالث فيه مهارات عملية طبعا بجوار المهارات النظرية انت كمان بتتعود على المهارات العملية اللي بتطبق على المواد النظرية اللي خدتها داخل الفصل وبالتالي انت بتجمع بين عنصرين مهمين جدا هو العنصر النظري والعنصر العملي وده اللي بقول عليه ان تكتسب مهارة عملية علمية بتخرج بعد كده تسق كلها بالمهارة الفعلية في سوق العمل المادة هي مادة المعدات واول ما هنيجي نتكلم عن مادة المعدات دي هنتكلم عن الادوات الواجب توفرها في قسم الملابس والتفصيل تمام ايه المواد او الادوات اللي مفروض تبقى موجودة في قسم الملابس والتفصيل بالبديه كده لو بصينا عند اي ترزي او عند اي خياطة ايه الادوات الموجودة عندها هنلاقي تربيزة هنلاقي مانيكان هنلاقي مزورة هنلاقي مصطرة هنلاقي مركة كده بتعمل بها العلامات هنلاقي مقصات مش كده هنلاقي حاجات كتيرة جدا من الأدوات اللي أنا معتاد أشوفها خلال تعاملي مع الترزي أو تعاملي مع القياطة فالحاجات دي هتخليني وأنا بدرس المادة دي قدي إيه أنا عندي خبرة بالأدوات دي يبقى أول حاجة عندي فيما أنا هجي بترمي الأول هي الأدوات الواجب توفرها في قسم الملابس الجهزة نيجي بعد كده إيه هي الأدوات دي أول حاجة بتكلم عنا يعني أنت روحتوا المدرسة بصوا في الورشة بتاعتكم هتلاقوا في كل ورشة ملابس وتريكو في عندي منضادة كبيرة جدا طولها ممكن يوصل إلى 4 متر تمام وارتفاعها 80 سنتي المنضادة دي بسميها منضادة التفصيل يبقى أول حاجة من الأدوات اللي بتستخدم في التفصيل في قسم الملابس الجهزة هي منضادة تسمى منضادة التفصيل المنضادة دي عبارة عن إيه؟ إما تصنع من الخشب على شكل مستطيل يصل ارتفاعها إلى 80 سنتي تاني يبقى بتصنع من الخشب شكلها مستطيل يعني دلعين كبار ودلعين صغيرين ارتفاعها من الأرض إلى أعلى 80 سنتي عرضها العرض بتاعها ده يعني عرض التربيزة ده كده بيبقى 120 سنتي تاني التربيزة دي بتصنع من الخشب ارتفاعها عن الأرض طبعاً يا مستطيلة الشكل يعني فيه دلعين كبار وفيه دلعين صغيرين ارتفاعها من الأرض الأعلى 80 سنتي طيب هو عرضها قد إيه؟ 120 سنتي واسمها منضادة التفصيل طيب طولها إحنا ما تكلمناش عن طولها طولها لو في استخدام فردي يعني لو أنا هستخدمها داخل ورشة يبقى أنا هستخدمها هيبقى طولها من 8 إلى 10 متر لو أنا هستخدمها استخدام فردي عرضها يبقى 120 وطولها هيبقى 4 متر لو أنا هستخدمها فيه المصانع هيبقى من 8 إلى 10 طب بيعملوا ده ازاي؟ بيحطوا مجموعة من التربيزات بجوار بعضها عشان يبقى فيه استفادة أعلى من هذه التربيزات أو المناضد يبقى في الاستخدام الفردي بيبقى طولها من 4 متر أما في الاستخدام الجماعي يعني فيه المصانع بيبقى من 8 إلى 10 متر إيه كمان؟ هي بتتميز بإيه؟ أولا لازم سطح المنضدة دي يكون أملس لأنه لو خشن هو أنا أصلا المنضدة دي بستخدمها عشان بحط عليها القماش اللي هحط عليه البطرون وابتدي أقص القطعة بتاعتها يبقى لازم شرطة أساسي أن تكون هذه المنضدة ملسئة يعني ايه؟ يعني ما فيهاش أي مناطق خشنة أو مناطق تتسبب في ايه؟ في حدوص عيوب داخل القماشة لأن احنا بنفرد القماشة على هذه المنضدة وبعد كده بنحط عليها البطرون بتاعنا اللي هنتعلمه في الرسم الفني بتاع الموديل اللي أنا مختاره وابتدي أقص عليه فلازم يكون سطح هذه المنضدة يكون سطح ايه؟ أملس ونعم تمام؟ تاني حاجة عندي زي ما احنا شايفين كده أنا أجايبها لكم صور دي مثلا دي التربيزة دي التربيزة الفردية زي ما نشوفين عرضها 120 الارتفاع من الأسفل إلى أعلى 80 سنتي لو هي زي ما اتفقنا فردي بتبقى 4 متر لو هي داخل المصانع بيبقى من 8 إلى 10 هنتفرق دلوقتي عن المانيكان كمان المانيكان ده يعتبر من تاني الأدوات المستخدمة في ورشة الملابس الجهزة اللي احنا شايفينه ده اللي بيشبه جسم الإنسان زي ما احنا شايفين كده زي جسم الإنسان النصف الأعلى منه وساعات في بعض الأحيان احنا بنزوده بالأزرع اللي احنا محتاجينها وعندي اللي تحت ده دولاب حفظ البطرونات واللي جنبه ده المرئاة السلسية دي كلها الأدوات اللي انا بستخدمها في ورشة الملابس الجهزة يبقى هنقول تاني من ضد التفصيل اللي جنبه ده المانيكان عشان بعد كده هنشرحهم واحد واحد اللي تحت ده اسمه دولاب حفظ البطرونات او حفظ الموديلات اللي جنبها دي مراية سلسية دي ان شاء الله هنعرف ايه الغرض منها احنا شفناهم هنبتدي بقى تاني حاجة بعد من ضد التفصيل هو الجسم الصناعي اللي بسميه المانيكان وهو قالب او هيكل يمثل الجسم البشري يطابقه من حيث الهيئة وشكل القواب احنا لسه حالا دلوقتي شايفينه بصوا كده معايا اهو ده شكله فعلا يشبه الجسم البشري تمام وكمان مش كده وبس ده احنا ساعات بنعمله مقاساته تكون مناسبة للمقاسات اللي هي هتبقى موجودة يعني شكله زي شكل الجسم البشري بالضبط تمام ليه بقى انواع عادة يعني انواعه كتير اول حاجة الجسم الصناعي القابل للتعديل وده اكثر الانواع ارتفاعا في السعر لانه هو مميز بان انا ممكن اعدل المقاس بتاعه ان انا اضيف او ازيل ولكنه يتميز بسود التعديل حجمه يعني هو عيب الوحيد ان هو غال التمن ولكن ما يميزه فعلا انه سهل التعديل شوفي حتى الاسم الجسم الصناعي القابل للتعديل يعني انا اقدر اعدل في المقاسات بتاعتي وبالتالي حتى التمن الغالي اللي هو فيه ممكن هيعادل ان انا بدل ما اجيب اكثر من منيكان بمقاسات مختلفة يبقى يميزه تعديل حجمه حجمه الى مقاسات عديدة وهو مغطى بالقماش ومقسم الى عدة اجزاء يسهل ضبطها بواسطة اقراص مدرجة يعني هو مزود باجزاء بقوم بضبطها بواسطة ارص مدرجة حسب المقاس بتاع الشخص اللي جاي او الموديل اللي تم اختياره عشان الشخص اللي جاي يلبس هذا الموديل تاني نوع عندي من المنكان هو الجسم الصناعي ذو الاجزاء وهذا الجسم الصناعي يمكن ايضا تعديل قياساته لانه عبارة عن مجموعة من الاجزاء ممكن اركب جزء واشيل جزء فزيه زي اللي هو المعدل اللي قابل منه كما يمكن ضبطه في كل الاتجاهين يعني انا ممكن اضبطه يمينا ويسارة مش كده وبس ده انا كمان ممكن ازود عليه اكتاف متحركة وكمان ان انا اقدر اخفضه لأسفل بسهولة جدا عشان يحط عليه الملابس بتاعتي احنا عارفين كلنا ان التارزي بيعمل ايه المانيكان ده بيستخدمه عشان يحط عليه الموديل زي بروفا اولية نفس الكلام ده موجود عندي لان انا ممكن اضبط المقاسات بتاع الموديل بتاعي عليه بضبط المقاسات بتاع الموديل بتاعي عليه قبل الشخص اللي هيجي يعمل عليه بروفا تمام التالت نوع عندي هو الجسم الصناعي الاسفنجي احنا اخدنا اول حاجة من انواع المانيكانات اللي هو الجسم القابل للتعديل تاني حاجة زول أجزاء تالت حاجة عندي الجسم الصناعي الإسفنجي ويصنع عادة من الكلمة إسفنجي يعني من مادة إسفنجية أو مطاطية ويغطى بقماش إحنا لو لحظنا إن أي من كان مغطى بطبقة من الإيه من القماش تمام ويستخدم لأخصر من حجم يعني الجسم الصناعي الإسفنجي ده أو المطاطي ممكن استخدمه لأخصر من حجم ليه لأنه بياخد شكل الجسم وممكن يديقه مش أنت اللي بتديقه الجزء المطاطي ده أو الجزء الإسفنجي ممكن يضغط يصغر وممكن يترك ليعلى المقاسي يعني ويستخدم له أخصر من حجم وذلك بعمل نموذج الضمور إحنا كلنا لما بنعمل البطوب بتاعنا بنعمله على قماش الضمور الأول علشان بعد يكون نحطه على القماش الطبيعي وبنغطي المانيكان بقماشة من الضمور تمام عشان تقدر تتحمل الدبابيس والحاجات اللي بيتم إضافتها أثناء أو أن أنا أثبت بيها الموديل بتاعي أثناء التشغيل كمان وضع المانيكان بيتخذ المانيكان شكل وقياسات الجسم النوع اللي عندي بعد كده من أنواع الأدوات المستخدمة في ورشة الملابس الجازة هو قلنا تاني نوع اللي هو المانيكان هو الجسم الصناعي الشبكي المعدني ده بيلبس يا سنقوله زي الجاكت بالزبط يضبط هذا النوع للحصول على المقاس المطلوب ويلبس على الجسم البشري زي الجاكت وتقفل أزراره الأمامية ثم يضبط على سطحه المعدني بالإيد يعني أنا بجيبه ألبسه للفرد مباشرة على جسم الإنسان اللي هيتم عمل القطعة بتاعته وبقفله بمجموعة من الزرائر وابتدي أضغط على الشبكة دي علشان أزبط المقاس علي وعلشان كده سميته الجسم الصناعي الشبكي المعدني أنا دلوقتي لما باجي أضغط على الجسم الشبكي ده بعد ما بلبسه على الإنسان مباشرة اللي بيحصل هو بياخد شكل القوام بتاع الشخص وبيظل محتفظ بالشكل ده ولكن هو عيبه بس أن صعب التشكيل أو أن أنا معرفش أثبته بدبابيس لأنه شبكي هتثبت الدبابيس إزاي كمان يبقى دي من عيوبه أنه هو صعب التشكيل صعب أثبت الدبابيس عليه أثناء إعداد النموذج بتاع البطرون وبيغطى لذلك يعني أنا بضطر أن أنا أغطيه بالطبقة من القماش علشان أقدر أثبته على جسم الإنسان لأنه دائما وأمدا لما باجي أحط القطع على الإنسان ببقى محتاج أن أنا أتني حتة وحط دبوس طب الحتة دي مفروض تعلق شوية فبحط هنا دبوس فهنا بما أنه ده جسم شبكي آه أنا بضغط عليه وبخليه ياخد شكل الجسم بس بيبقى صعب جدا أن أنا أستخدمه في أن أنا أثبت النموذج أو الموديل اللي أنا عايزه عليه وبالتالي بضطر أن أنا أغطيه بطبقة من القماش علشان أقدر أثبته بالدبوس مجرد بس إيه مؤقت علشان أعرف أخذ المقاسات بتاعتي إحنا اتفقنا أنه بيلبس زي الجاكت بالزبط وبتتقفل الزرائر بتاعته وبيضغط على السلك الشبكي ده عشان ياخد شكل إيه شكل الجسم نيجي بقى للنوع اللي بعد كده هو الجسم الصناعي السابت ده بقى زي الشكل اللي شفناه في الأول خالص لما عرضت عليكم الأدوات اللي بتستخدم في قسم الملابس أو في ورشة الملابس ده شكل سابت يعني ده مقاس سابت تمام وده بيصنع إما من الخشب أو من الكرتون السميك اللي يقدر يتحمل وبيغطى طبعا بالقماش ليه شكل سياب يعني شكله جميل زي ما شفناه كده في الأول شكل جميل كده فعلا شبه جسم الإنسان أو البشري أو يعني أيا كان يعني إذا كان بقى سيدات أو رجال تمام ومن السهل إعداد وتشكيل النموذج عليه وخاصة الأمشة السقيلة وهو الأكثر شيوعا فعلا مش هتدخل ورشة ملابس جازة إلا وتلاقي المانيكان المعتد ده اللي هو السابت موجود أو عندي تارزي إلا ونلاقيه إيه موجود لأنه شكل سابت وما بيتغيرش هو بس بيحاول بس يزبط عليه المقاس قبل ما ييجي صاحب الموديل وبيتقاس عليه يضبط هذا النوع بإضافة الحشو يعني أنا المانيكان السابت ده بحشيه ببطنه عشان يدي الشكل بتاع الجسم البشري ده بإما عن طريق نوع من المطاط أو نوع من الأش الناعم علشان يديني الشكل البمبيه بتاع جسم الإنسان ثم يغطى بقماش من الدمور إنه لو قلنا إن إحنا بنستخدم لتقطية المانيكانات قماشة من الدمور اللي هو القماش البيش ده تمام؟ ثم تضبط بضقة على الجسم البشري وتميز هذا النوع بسهولة تثبيت التبابيس عليه يعني أقدر بسهولة جدا أثبت التبابيس بتاعتي عليه يبقى خدنا الأول منضادة القص تمام؟ دي من الأدوات المستخدمة في ورشة الملابس الجازة وبعدين خد أنواع المانيكان وكمان تالت حاجة عندي إحنا تفرجنا على أكثر من صورة الجزء اللي بعد كده أو الأداء اللي بستخدمها في قسم الملابس بعد كده هي دولاب حفظ النمازج أو بسميه دولاب حفظ البترونات الدولاب ده مخصص عبارة عن مجموعة من الأرفف ليه؟ علشان مخصص أن البترون اللي بيتم عمله وإحنا هناخد في سنة أولى في الرسم الفني إزاي أعمل بترون بعد ما بخلص المقاس بتاع البترون ده ببتدي أن أنا أعمله عملية طي يعني أتنيه وحطه على الأرفف بتاعة الدولاب بتاع حفظ النمازج أو البترونت ليه؟ ده هيوفر لي سنة أولى الوقت والجهد لأنه ممكن المقاس ده يتكرر تاني والموديل اللي تم طلبه ده يتكرر طلبه مرة تاني إحنا لو ملاحظين هنلاقي فيه موديلات قديمة حالياً دلوقتي بقت موجودة والإقبال عليها جامد جداً كمان زي البنطلون الشلستون ده كان موجود في السبعينات وكان موجود دلوقتي فأنا بحتفظ بالبترونات اللي أنا بقوم بعملها بالمقاسات بتاعتها وبحطها داخل دولاب حفظ البترونات لحين الحاجة إليها يبقى لما أجي أتكلم هقول عبارة عن دولاب مقسم إلى أقسام عديدة يحفظ فيها كل تصميم وكل مقاس على حدة حتى يسهل الحصول عليها واستخدامها مرة أخرى عند الحاجة دي اللي هو دولاب حفظ النمازج الجزء اللي بعد كده هي المرأة السلسية إحنا لو دقنا وبصينا هللا أني كان عندي أربع أشكال موجودين أول ما ابتدينا كان موجود عندي أول حاجة المنددة تاني حاجة المانيكان تالت حاجة دولاب حفظ البترونات أو النمازج رابح حاجة عندي وهي المرأة السلسية لو بصينا على المرأة السلسية دي هللاها الشابة البروفا اللي بنخش نقيس فيها الهدوم في المحلات بتبقى مراية من نحيا دي ومراية من نحيا دي ومراية من نحيا دي أمامي وفيه كمان مراية بتبقى في الخلف ده ليه لسهولة رؤية الملابس علشان أخد بالي من العيوب اللي ممكن تكون موجودة في اللبس اللي أنا بقيسه لما تكون المراية على شمالي وعلى يميني ومن أمام الخلف أقدر أحدد العيب موجود وأقدر أحدد القطعة دي مزبوطة علي في مقاسة ديقة ووسعة يبقى المرآة السلسية هي عبارة عن مرآة تشبي الدولاب متكونة من ثلاث أجزاء متصلين ببعض بمفصل يعني إحنا لو بصينا المرآة الموجودة دي داخل الورشة طبعا مزي البروفا البروفا عبارة عن زي غرفة صغيرة كده وإحنا بنخش ونقس حاجتنا إحنا بس بنقول الشابة عشان تبقى الفكرة قريبة إنما هي بقى المرآة السلسية عبارة عن مرآة من ثلاثة مرايات يعني متقسمة ثلاث أجزاء كل جزء أعلم راية ومتصلين ببعض بمفصل زي مفصل الضرفة كده بتاعت الدولاب ودي بتستخدم لعمل البروفا ورؤية التصميم على الجسم من جميع الجهات دي كانت الأدوات المستخدمة في ورشة الملابس الجهزة أم ملقي الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التفصيل والحياكة والتشطيل إحنا شفنا الأدوات الأساسية اللي موجودة جوه الورشة إيه هي؟ بالضبط المنددة برافو وكمان إيه؟ برافو المنيكان وقلنا أنواعه في عندي كمان إيه؟ برافو جوه الورشة في دولاب حفظ البطرونات أو النماذج عندي كمان المرآة السلسية تعالوا بقى نتكلم عن الأدوات اللي هستخدمها أصلاً للتفصيل اللي هي الحياكة والتشطيل أنا عايزة أطلع منتج هستخدم أدوات إيه؟ قال لي قبل ما أقول على الأدوات هشوف هي عمليات التفصيل والحياكة بتشمل كم عملية؟ قال لي خمس عمليات عملية التفصيل والحياكة بتشمل خمس عمليات إيه هما الخمس عمليات دول؟ أول حاجة أدوات القياس يعني بقيس المقاسات والمسافات علشان أقدر أقوم بالتنفيذ تاني حاجة القص أنا قست وحددت كل الخطوط بتاعتي أبتدي بقى إيه؟ أقص يبقى تاني عملية يا عملية القص إيه كمان؟ عندي عملية الحياكة اليدوية في بعض الناس وفي بعض الترزية يقوموا بعمل السراجة يعني إيه؟ يعني يخيط الحاجة الأول يدوية وبعد أو في ناس تانية تقول لا أنا هشتغل على المكنة لأننا مزبطة المقاس والموديل هشتغل على المكنة ولو في أي عيب هنبقى نصلحه بعد كده خامس حاجة الكي يبقى أنا لو سألت إيه هي العمليات عمليات التفصيل والحياكة بتشمل كم عملية؟ هتقول لي كم عملية؟ خمس عمليات أول عملية هي القياس وتاني واحدة بدم قص يبقى قص وبدم قص يبقى خيط يبقى خيط عادي يعني يدوي يبقى خيط آلي وبدم خيطنا وعملنا علاماتنا كمان ما إحنا كمان هنعمل العلامات وهناخد أدوات العلامات دلوقتي كمان عندي الكي ما أنا عايزة بقى أشطب وغلف يبقى لازم أكوي في الآخر دول اسمهم إيه؟ اسمهم خمس عمليات لإخراج المنتج النهائي بعد التشتيب تعالوا نمسك عملية عملية أول حاجة عندي هي إيه أدوات القياس إحنا قلنا أول عملية اللي هي القياس طب يلا بقى عرفينا هي أدوات القياس اللي أنا هستخدمها قال لي أول حاجة عندي موجودة عند كل الناس بنإسبيا هي المسطرة الشفافة وهنلاقي إن المسطرة دي فيها جزء كده متقسم سنتيات في بعض المساطر الشفافة بيبقى فيه جزء منه سنتيات وجزء منه بالبوصة يعني إزاي بالبوصة؟ يعني هنلاقي الواحد سنتي فوق تحت الواحد سنتي الواحد سوري بوصة هو 2.5 سنتي ولذلك بيلاقي المسافات أكبر من المسافة بتاعت السنتي وفيه مساطر شفافة بيبقى بس المقاس اللي هو بالإيه بالسنتي وطبعا هي ليه شفافة علشان أستفاد من إن أنا أشوف المشغولات بتاعتي أثناء القياس ما تبقاش معتمة فما أقدرش أشوف هو أنا كده بقيس فين ولا بعمل فين لا شفافة عشان أقدر أشوف يبقى عندي قدرة على أن أنا أشوف القطعة اللي أنا بقيسها يبقى المسطرة الشفافة هي مسطرة يمكن من خلالها رؤية المقاسات على القماش عشان كده هي شفافة وتستخدم لضبط حفة القماش مش كده وبس ده أنا أحدد كمان أماكن العروة بيها تمام تاني نوع هي المسطرة الخشبية ودي بنشوفها فين أكتر حاجة أكتر حاجة بنشوفها عند اللي بيبيعوا القماش لما نيجي نختار قماشة هو بيعمل إيه بيروح شادد الرول بتاعي ويبتدي يقس بالأمطار هنلاقي كده مسطرة خشبية طولها متر المسطرة دي بقس بيها طول الأقماشة يبقى بتستخدم في قياس طول القماشة كلنا شفناها المسطرة اللي هي الطويلة اللي بيعضي قس عليها كده بالمتر دي ودي هتلاقيها طولها متر عشان يقيس بيها أمطار أو طول الأيه طول القماشة وبتقدر عدد الأمطار ويجب أن تكون المسطرة من نوع جيد إما من المعدن أو الخشب الناعم شرط وعيزة أسمع شمعنا الناعم هنفتكر لما كنا بنشرح المنددة الخشبية وكنا بنقول لازم سطحها يكون ناعم علشان ما يسبب ليش أي عيوب في القماشة اللي أنا إيه هقيسه ده في بعض الناس بيبقى على المكانة بتاعتها فيه مصطرة مدراجة برضو بالمتر دي عشان تساهل لو عايز يقيس مكاني العروة ويحددها تمام؟ يبقى عندنا المصطرة الخشبية والمصطرة الشفافة دي اسمها أضوات القياس احنا قلنا فيه خمس عمليات أول عملية هي القياس وديه الثلاث مصاطر بتوعي نيكي بعد كده المصطرة بقى الصغيرة اللي هي بتبقى من ثلاثين لستة واربعين ايه المصطرة دي؟ دي بتتاخد علامات بس عليها يعني أنا بحطها واقول لعلامة مثلا خمسة سنتي ستة سنتي سبعة سنتي اسمها المصطرة الصغيرة شريط القياس بقى دي مزورة ايه المزورة دي؟ هنلاقي شريط كده عامل زي المتر اللي بيقز بالصنايع لو حد يوضب شاقته ولا حاجة هيلقي الصنايع كده حتى زمان كنا نحب نشدها ونرجعها اللي هي الشرق اللي بتبقى في سطوانة زي ده بس هي مش في سطوانة هو شريط مارين على طرفيه قطعة من المعدن وبيبقى من متر لمتر وخمسين يعني من مية لمية وخمسين سنتي ده بيعمل بي ايه؟ ده لشاناقز بيه المقاسات بتاعة الموديل اللي هيتم تفصيله وبسميها المزورة يعني هي مشهورة قوي عند الترزي ومشهورة قوي عند الخياطة وموجودة في ورش الملابس الجهزة يكون الشريط مارين لسهولة اغز قياسات الجسم وطوله متر ونصف وعليه علامات من الجانبين احدهم بالسانتي والتاني بالبوصة فعلا المزورة دي او شريط القياس ده هنلاقي جانب فيه بالسانتي والجانب التاني بالبوصة واتفقنا ايه الفرق بينهم؟ البوصة بتساوي 2.5 سانتي ولذلك لو بصيته في النحية اللي فيها سانتي هتلاقي السانتي باين انه صغير كده اما البوصة هتلاقيها اكبر هتلاقي البوصة من بدايتها لنهايتها عند 2.5 ده اسمه الشريط المارين او المزورة وكتير مننا جدا اللي العلم اعرفها وموجودة اللي العلم في البيوت عادي مش شرط تكون في ورشة الملابس هتلاقيها موجودة في بيوت كتيرة وهو الشريط المارين المزورة طوله من مكام متر وخمسين سانتي نيجي بعد كده من قياس الخياطة وده ما استرى صغيرة من المعدن ممكن يكون طولها 15 سانتي يعني ممكن 10 او 15 سانتي دي الغرض منها ايه؟ اولا تصنع من المعدن او البلاستيك طولها 15 سانتي فيها زراع بسيط كده منزالق دي بتستخدم في اغز المقاسات للديل او العراوي او القصرات وطبعا الزراع المنزالق ده عشان نسبت الديل او عشان نسبت القصرة واخد العلامة تمام؟ دي سمع المصطرة الايه؟ مقياس الخياطة مصطرة على شكل حرفي تيو كلنا شفناها اللي هي المصطرة اللي عبارة عن بتبقى من الخشب وساعات بتبقى من البلاستيك القوي المقوى او العيج ولكن المعروفة الخشبية بتبقى عبارة عن مصطرة مستطيلة ومنها كده طالع قطعة عرضية شكلها كلها على بعدها على شكل حرف تيو كلنا اكيد شفنا المصطرة دي وكلنا شفنا الناس اللي بيستخدموها هم شاعلنا خاصة بتوع كلية تندسة ان شاء الله عبركم بإذن الله ودي ما استرى بها زوايا قائمة دي عشان ازبط بها الزوايا القايمة بتاعتي وبتستخدم في تحديد زوايا النسيق وتعديل النمازج وضبط الزوايا القائمة للحواف المستقيمة دي كانت ادوات ايه؟ يلا نرجع تاني ادوات القياس ليه؟ عشان احنا قلنا مع بعض ان مراحل التفصيل والتشتيب بتمر على خمس مراحل كان اول مرحلة هي مرحلة بالزبط القياس اصلا هينفع قص من غير ما يكون است لا طبعا انا باخد مأسات الجسم الاول وبشوف انا هعمل قطعة نصفية يعني الاعلى ولا قطعة نصفية الاسفل وباخد المأسات بتاعتي وابتدي اقيس خلاص انا است يبقى بعدها على طول هعمل ايه؟ القص برافو يبقى كانت اول واحدة القص تاني واحدة كانت القياس تاني واحدة كانت القص هنشوف مع بعض يجب استخدام انواع متعددة وكثيرة من ادوات القص واحنا هنقص بايه؟ بالمأسات ومش كده وبس ان انا استخدم انواع كتيرة وحافظ كمان عليها وحاول ان انا على طول ابقى عاملالة عملية تنظيف دورية وسن المسن بتاع كل مأس باستمرار اصيحنا في ورشة ملابس مش هيبقى عندنا المأسات اللي هي الدائرية او المستطيلة اللي بتبقى في المصانع لا هتبقى المأسات بانواعها يعني ممكن مأس صغير مأس كبير مأس الحفة بتاعته او المسن بتاعه دائري مأس الحفة بتاعته مستديرة المقبض بتاعه صغير المقبض بتاعه كبير فانا عندي هنا مجموعة متعددة هنستخدمها من ادوات القص شرطة اساسي بس اننا الحواف بتاعتها تكون حدة ومش كده وبس ان يتم سنها بفترة دورية يعني ما سبهاش لغاية ما جاء قص ما عرفش قص والمقبض بتاع المقص يكون مناسب لراس المقص نفسه ما يبقاش المسن بتاع المقص كبير والمقبض صغير ولا يبقى المقبض كبير والسن بتاع المقص صغير لا لازم يبقى المقبض بتاع المقص مناسب للايه للناس اللي بتاعه او المسن بتاعه او الحديين بتاعه اللي بيقوم بقص القماش اول حاجة عندي هو المقص الكبير ذات المقابد المنحنية يعني المقبض بتاعه منحني وده بنقص القماش بيه ويعتبر افضل المقصات لانه بيتميز يا سنقولة بوجود زوية النص للصفلة يعني هو مقبضين المقبضين اللي اتنين موجودين فده بيبقى سهل استخدامه لان المثال يعني اللي اتنين النص اللي بتاعه مهمها اللي اتنين موجودين فبسهولة جدا نقدسه موجود منه عندنا في البيوت وبتحافظ على القماش مسطحة على المنددة وبتبتدي تقص وبيتراوح النوع المستعمل طول المقص بتاعه من 18 ل20 والنص يعني الحد بتاعه بيبقى من 5 الى 30 ده المقص بتاعه نيجي تاني نوع برضه عندي المقص الكبير الحاد وده مصنوع بالكامل من المعدن او من الصلب يعني فيه بعض المقصات ايه ده بتبقى من البلاستيك او من العاج لا المقص الكبير الحاد ده بيبقى مصنوع بالكامل من المعدن او من الصلب ومغطى بطبقة من الكروم علشان بس تحافظ ايه على المقص بتاعي ويستخدم في القص المتكرر لكميات كبيرة من القماشة خاصة القماشة السميكة تمام؟ اما المقصة الذي يصنع من مقبضين من الفلاز وايده بتبقى من البلاستيك ده بيستخدم لقص القماشة الخفيفة يبقى اللي بتبقى مصنوع من الصلب لقص القماشة الايه السميكة اما اللي بيبقى مصنوع من الفلاز وايده من البلاستيك ده بيستخدم لقص القماشة الخفيفة اما القماشة القماشة الصناعية دي انا بستخدم لقصها مقصات مقبط بتاعها يكون أو الحفة بتاعتها تكون مشرشرة يعني الألياف الصناعية أنا باستخدم لقصها حفة مشرشرة عارفين المقص اللي بتستخدمها عشان تزيينه الورقة وتخلوها شكل الأطراب بتاعة الورقة زجزاج هي دي الألياف الصناعية باستخدم لها مقص لازم الحفة بتاعتم تكون مشرشرة لأن أنا كإني بعمل بورس للأماشة دي وكمان على شكل الحواب بتاعتها هتبقى على شكل ايه على شكل زجزاج ده للالياف الايه صناعية لان انا ممكن يجيني السؤال اكمل او صح ولا غلط يتم استخدام يعني مثلا تعال نجرب كده ونقول يتم استخدام المقصات الحادة اللي بتصنع من المعدن او من الصلب تمام للقمشة الخفيفة لا غلط اما الايه اللي بتصنع من الفلاز ويدها من ويديها من البلاستيك اللي بتستخدم للقمشة الخفيفة مقصات بقى الحياك احنا ده وقت بنتعرف على جميع انواع المقصات ما احنا دخلنا في تاني عملية اللي هي عملية القص وهي مقصات صغيرة نوعا ما يعني دي مقصات بقى متنوعا نلاقي منها الاحجام الايه الصغيرة شوية مش محتاجينها القص طبقات من القمشة وخلي بالكم ان الغرض قصا من ادوات القص ان انا اعمل طبقات من القمش تكون مرصوصة رسا جيدا والقص كمان يكون متماسل يعني متبقاش حتة طالعوا حتة ايه دخلة يبقى نوعا ما تستخدم في عمليات الحياكة ومنها المقص اللي النصل بتاعه ليه سن مدبب والاخر طرف ومستدير يعني ممكن الاقي المقص واحد منهم مدبب والتاني مستدير ويستخدم في قص الخياطات والبطنات ويبلغ طول النصل بتاعه 15 سنت هنخش بعد كده على نوع مقص تاني هو مقص التطريز وده يتراوح طوله من 10 الى 12 ونص سنت مقص التطريز ده بيتراوح طوله من 10 الى 12 ونص المقبض بتاعه مستدير يعني انا لما اجي امسكه كده المقبض بتاعه مستدير والطرفين بتوحدين ليه هو فيه طرف تاني اه المقص اللي قبله مباشرة كان فيه طرف مدبب وطرف ايه وطرف مستدير انما مقص التطريز الطرفين بيبقى حدين ليه لاننا بستخدمه في اعمال الحياكة العادية اللي هي الخياطة اليدوية والقص الدقيق اسناء الحياكة او التطريز لو انا عايزة اقص فتلة اقص خيطة خيطتي مثلا خياطة يدوية وعايزة اتخلص منها لاني هشتغل على المكانة فعن طريق مقص التطريز اللي هو بحفتين حدين اقدر ان انا اقص الخيوط اللي تم ايه اللي تم العمل بها نيجي بعد كده كمان من دمن انواع المقصات اللي هستخدمها في عملية القص هي فتاحة الخياطات يعني ايه فتاحة خياطات؟ تستخدم في شق السريع للخياطات يعني انا بدل ما اقعد امسك بقى المقص وقص غرزة غرزة لا الفتاحة دي هتلاقيها كده مسننة وحفتها حد بحيث ان انا ممكن مرة واحدة انا عايزة بسرعة اتخلص من الخياطات دي فعلى طول بروح دخلة بيها كده وروح فتحة كل الخياطات مرة واحدة يبقى دي بتستخدم في الفتح الايه السريع زي فتح العراوي او نزع غرزة السراجة عندي النوع البعد كده من ادوات القص هو القاطع الدائري شبه كده القاطع بتاع البتزا اللي هو المدور ده عبارة عن المدور وليه زراع كده هو قاطع برضه كده شبهه بس صغير القاطع ده بيستخدم زيه زي المقص القهرباء الدائري بالزبط احنا عارفين اللي شاف مقص دائري في مصنع هو عبارة عن قرص دائري بيقوم بقص مجموعة من الطبقات بتاعة القماش مع بعضها وميزة بس المقصات القهربائية انها بطلع لطبقات متعددة واختيرة جدا متمثلة في القص ايه يمكن المقص اليدوي شوية بيبقى بيسبب لي اجهات شوية على اليد وماقدرش ان انا اقص اكثر من طبقة بالمقص الايه بالمقص اليدوي فقاطع الدائري ده بيعمل ايه بيستخدم زيه زي بالزبط المقص يعني شبهه لان فعلا هو شبهه لان المسن بتاعه او السكينة بتاعته دائري فانا اقدر استخدمها بس طبعا في طبقة فقط من الايه من القماش يمكن استخدام هذا القاطع الدائري بكلا اليدين اثناء القص يعني ممكن امسكه كده عشان اضغط على قد يعني على قد ما اقدر على المسن بتاعه باس ان هو يمشي ايه يمشي خلال القص ويستخدم معه قطعة من البلاستيك الخاص المتوفر بمقاسات مختلفة عشان ايه؟ عشان احمي سطح القص والمنضادة يعني انا ممكن استعمل معاه كمان قطعة من البلاستيك عشان احمي السلاح بتاع المقاس واحمي سطح القص والمنضادة اللي بيتم القص عليها وحماية النص لنفسه حتى لما نيجي ناخد ان شاء الله في سنة تانية المقص الدائري والمقص المستطيل دي مقصات كهربائية يا سنة أولى هتاخدوها في سنة تانية هنلاقي ان فيه حاجة اسمها زراع امان زراع الامان ده ليه؟ عشان يحافظ على ايدي العامل اثناء التشغيل من ما يحصلش فيها اي ايه؟ اي ايه؟ اي اصابة نيجي بعد كده كمان عندي مقص اسمه مقص الغرز وده لو مقبض واحد بس ودائري وده باستخدمه في ايه سنة أولى؟ باستخدمه لو انا عايزة اقص غرزة يعني غرزة تلعت مش مظبوطة وانا عايزة اقوم بقصها فباستخدم مقص الغرز له مقبض واحد دائري وهو اكثر امانة في الاستخدام مقارنة بفتاحة الخياطات ويستخدم في قص الغرز عايزة اقول لكم ان المقصات اللي انا باستخدمها دي كلها مقصات ايه؟ يدوية كل المقصات اللي انا بقول لك على انواعها دي هي مقصات يدوية هتكلم بعد كده عن المقص المشرشر وده اللي الحفة بتاعته بتبقى مشرشرة ده باستخدمه في تنظيف الخياطات والحواف الداخلية لمنع تنسلها خاصة في اقمشة التريكو لاني ماينفعش استخدم مقصة حاد في اقمشة التريكو فده يسبب لي تنسيل للغرز والخيوط بتاعت التريكو فبضطر استخدم المقص المشرشر ده عشان يمنع تنسل الحواف ويطلعها لي كمان على شكل ايه؟ على شكل زجزاج دي اسمها ادوات القص عايز اقول بس مقارنة بسيطة كده ان انا عدي مقارنة بين المقصات الصغيرة دي انا ليه بتكلم عن المقصات الصغيرة ما استخدمتش خالص مقص قهرابي مثلا لان انت في ورشة في ورشة ملابس جهزة يعني مش في مصنع يبقى طبقات القماش اللي انت هتقصها ما هيش بالطبقات الكبيرة او المتعددة اللي محتاجة مني المقص القهربائي وبالتالي انا كل اللي محتاجاه المقص العادي جدا اهم حاجة ان انا اوظف كل مقص عندي موجود في الورشة للخصية او للوظيفة المحدد لها يعني ما استخدمش المقص الصغير البسيط اللي باستخدمه في القص البسيط او في الفتحات بتاعت الخيوط او كم ده في قص طبقات من القماش كل حاجة لها وظيفتها يبقى انا مطلوب مني ان انا استخدم المقصات للوظائف اللي هي معمولة عشانها وبالتالي هحمي نفسي وهحمي كمان القماشة من ان هي احسى الله اي نوع من انواع الاضرار احنا قلنا انهم خمس ايه خمس عمليات يلا فكروني عشان اطلع منتج متشطب ومنتج متفصل اول عملية قلنا هي القياس وتانية عملية قلنا القص انت عملت ايه انت خدت ايسات وقصيت يبقى اخد علامات بقى يلا اخد علامات انا هبتدي اعمل حردة باط وحط بطرون واعمل حردة باط واعمل حردة رقبة واعمل تكسيمة لو انا هشتغل مثلا بلوزة او جاكب وكلما لو هشتغل بانطلون هعمل حردة بانطلون واعمل حجر واعمل رجل يبقى انا كمان تالت عملية عندي من الخمسة اللي موجودين هي اغز الايه اغز العلامات نشوف ايه هي كده ادوات اغز العلامات اول حاجة عندي العلامات الموجودة على النموذج اللي هو البطرون تعتبر بمثابة مرشد يعني انا مش بعمل علامة علشان خطر انا غير وخطط على القماش لا دي بمثابة مرشد ودليل على منتج مضبوط ونقل هذه العلامات الى القماش بطريقة صحيحة يعتبر من العوامل الاساسية للحياكة يبقى العلامات دي يا سنة اولى انا مش باخدها عشان اعود اخططه بس لا انا باخد العلامات دي عشان انقل الشكل بتاع البطرون على القماش وبالتالي لما اجي اقص يبقى سهل اقص لاني خلوا بالكم انتو لما بتاخدوا العلامات الخياطة بتاعة البطرون لاني احنا ماينفعش نقص القماش على قد البطرون المعمول بالزبط لاني اي موديل هتضطر اتخياته لما هيتخيات ايه اللي هيحصل هياخد مساحة من القماشة هتبص تلاقي المقاس اللي انت مزبطه وعمله مزبوط بعد ما خياته جاي تلبسه لقيته دي ليه لانك وانت بتاخد بحط البطرون وبتاخد المقاسات بتاعة البطرون ما عملتش حساب مسافات الخياطة فانا باخد حساب البطرون وكمان بعديه بشوية باخد حساب مسافة الخياطة عشان لما اجي اقص هقص على مسافة الخياطة عشان لما اجي اخيط ما خشش في القماشة لا انا هاخد مسافة الخياطة اللي انا حددتها وبالتالي الموديل هيطلع مزبوط على المقاس اللي انا ايه اللي انا واخده نشوف كده ايه ادوات اغز العلامات اول حاجة عندي هي عجلة العلامات اللي هي روليت ودي زي شبه القطاعة كده اللي كنا بنقولها الدائرية من شوية دي عجلة زي تحفة مسننة ويد من الخشب او البلاستيك وهي بتنقل العلامات على القماش على شكل خط منقط يبقى عجلة العلامات اللي هي روليت بتعمل خط ايه خط منقط ايه عبارة عن ايه عبارة عن سنون فلو السنون دي ماشية هتعمل ايه هتعمل خط بس هتعمله ايه نقط شرط تمام وهي تنقل العلامات على القماش على شكل خط منقط ويتناسب معظم الاقمشة عادة الاقمشة النعمة لان هي ممكن تمزقها طبعا احنا اتفقنا هي بتعمل نقط كده فهي لو استخدمناها على قماش ناعم يا سنة اولى هتعمل تمزق لازي الاقمشة تاني حاجة من ادوات العلامات هي عجلة زي تحف بقى ناعمة احنا مش هنستخدم عجلة الروليت السابقة علشان مع قماشة ناعمة طب يلا نعمل بقى عجلة زي تحف ناعمة عشان ناخذ بها الاقمشة تعطي العلامات على القماش هنا بقى على شكل خط ايه متصل يعني عجلة الروليت كانت بتعمل خط ايه منقط انما العجلة اللي هي زي تحف ناعمة هتعمل خط ايه سنة اولى برافو عليكو خط متصل وبتستخدم مع القمشة النعمة زي الحرير مثلا احنا لسه حالا منبهين ما ينفعش تستخدم الروليت في ان انت تاخد على قماشة ناعمة هتخرم القماشة وانت شغال طب اعمل ايه ما عملش علامات على قماشة ناعمة لا فيه عندك عجلة زي تحف ناعمة بتعمل خطوط مستقيمة متصلة وبتستخدم على القماش اللي هو قماش الحرير ورق الكربون تخيالوا اني ده برضو من ادوات اغزي العلامات بس انا احاول على قد ما اقدر اني استخدم ورق كربون لونه يكون مناسب لورقة للقماشة اللي انت هتاخد عليها العلامة ليه ورق الكربون السائد هو لون الكحلي الازرق فلو انت اخدت على قماشة فتحة بيضة مش هيخرج منها فانت حاول على قد ما تقدر تستخدم ورق كربون تمام الورق الكربون ده الخط بتاعه او اللون بتاعه يكون على قماشة ما يبنش فيها بعد الايه بعد التفصيل فورق الكربون هو ورق كربون من نوع خاص شمعي ينقل العلامات التي تقوم بعملها عجلة العلامات من النموذج للقماشة هو بيتكلم عن نموذج ايه سنقولها عن نموذج البطرون لان احنا قبل ما بنحط قبل ما نقصه بنفصل فيه عندنا بطرون بنقوم بعمله ده هنتعلمه ان شاء الله في الرسم الفني هتاخد الترمي ده ازاي تعمل الجنلة وهتاخد ازاي وازاي هناخد بنعمل البنطلون ترمي تاني يبقى الترمي الاول بطرون الجنلة والترمي التاني بطرون البنطلون انت بتتعلم بطرون ليه علشان انت هتشتغل ازاي تعمل بطرون بعد كده ما بتتأكد ان المقاسات مظبوطة بتاخد البطرون ده تحطه على القماش وتبتدي تاخد علامات الخياطة وتبتدي تقص القماشة ولزالة التفصيل اللي بيبقى عند الترزي العيوب بتاعته اثناء عمر البروفة بيبقى اقل من الانفصلات عند الخياطة العادية بتاعته اللي هي ما بتستخدمش البطرون هلاقي ان التعديلات اللي انا بعدلها على الموديل اللي انا مختراه كتير عند الخياطة العادية اللي ما بتستخدمش البطرون اللي ازا كان عندها خبرة بقى او شطرة ما شاء الله فتقدر انها تزبط شغلها انما الترزي ليه بنحب على تنروح عند ترزية او ترزي لان هم بيستخدموا الاول البطرون للموديل اللي انا مختراه ويبتدي بعد كده يفرده على القماش وياخد مسافات الخياطة ويبتدي بعد كده ايه يشتغل يبقى عندي يجيب اختيار لون ورق الكربون مقاربا للون القماش مع سهولة رؤية العلامات يعني عشان ما اقولش مثلا ان ده انا عنديش غير كربون ازرق فنستخدمه مع قماشة سودة ده ان شاء الله هتشوف العلامات ازاي لا لازم يبقى مناسب عشان اقدر اشوف انا كمان العلامات طب فيه كمان حاجة من ادوات اخذ العلامات في تباشيرة الخياط ودي بسميها المر ودي قلم علامات ده قلم كده عامل زي قلم الصبورة عبارة او حجر زي الصبونة عامل كده زي الصبونة انت لو شفتها تقول ده عامل زي قرص الشم قرص كده زي الصبونة حجر صبوني يوتي علامات سريعة وسهلة مباشرة على القماش ويمكن ازالته سريع يعني مستو انه هيتزال بعد الغسيل وتستخدم فقط في الحياكة السريعة تاني انا عندي غير القلم اللي كنت هتكلم عنه اللي بقولك شبه القلم بتاع الصبورة ده في القرص اللي هو القرص اللي شبه الصبونة ده ده بيبقى سهل اولا وانا عايز اخد علامات ايه علامات سريعة ومن مستو كمان انه هو بيتم ازالته بسهولة جدا بعد غسل يعني اول ما ابتدي اغسل القطعة بتاعتي العلامات دي اصلا بتبقى عضها فالقاها بتتشال بسهولة ما بتفضلش موجودة نيجي بعد كده من ادوات اغزل علامات عندي قلم قلم اغزل علامات ده عبارة عن جزئين يسبت بهم قطعتين من التبشير يعني جزئين موجود بينهم قطعة من التبشير قطعتين من التبشير وبيعطي علامات على وجهي القماش في وقت واحد يعني القطعتين بتاع التبشير دول يدوا علامة على الوجه والظهر تمام؟ يعني يديني علامة على الوجه والظهر فيه بقى اقلام العلامات السائلة وده بيعطي علامات سريعة للبنسات والسنايات والقصرات ومواضع الجيوب تمام يبقى انا دلوقتي احنا هو ماشيين حسب اللي قلناه يلا نراجع تاني انا عندي عمليات القص والتشتيب خمسة اول حاجة برافو القياس تاني حاجة احنا قصنا يبقى نعمل ايه برافو هنقص قصينا خدنا الايه خدنا العلامات وقصينا بعد ما خدنا العلامات وقصينا احنا عايزين نعمل ايه بقى نعمل خياطة عايزين نقوم بعمل الحياكة للقطعة اللي تم الانتهاء من قصها والانتهاء من اخذ علاماتها وخلاص زبطها يلا عشان اخياطها فبيقول لي رابعا هي معدات الحياكة العادية او اليدوية اول حاجة ابر ودبابيس الحياكة اليدوية مهم جدا يا سنة اولى يكون موجود عندي ابر ودبابيس عشان اقدر اسبت بيها القطعة اما على الترابيزة بتاعت تسبيت القطعة او على المانيكان زي ما قلنا يبقى لها عدة اول حاجة ابر ودبابيس الحياكة اليدوية لها عدة اشكال ومأسات لاستخدامات مختلفة تصنع ابر ودبابيس الحياكة من النحاس او من الصلب بس لو من الصلب بشرطة اساسي يكون مطلي بالنيكل ليه علشان ما يصديش ما بصش ألاقي بعد شوية الدبوس او الابرة صده او من الفلاز الذي لا يصدق يبقى لما يجي سؤالني ليه بتصنعي الدبابيس وابر الحياكة من الفلاز او ليه بتغطيها بالنيكل علشان لا تصدق ويفضل استخدام الدبابيس الحياكة اللي ليها راس ملونة علشان يبقى سهل ان انا ايه اشوفها نيجي بعد كده حاجة اسمها الخياط كتير جدا لما نيجي ندخل الابرة في القماش يحصل ايه لو انا بشتغل بدخل الابرة بالصباع الاوسط بتاعي ممكن الابرة تعمل لي وغز في صباعي ده او الصباع الاوسط يعني ايه وغز يعني تعمل لي سقب بتعورني طب انا اعمل ايه ابدا هلبس حاجة في الصباع اللي انا بستخدمه لضغط الابرة داخل القماش اسمها الخياط ده عبارة عن زي التربوش كده قطعة معدنية مجوفة من الداخل بتتلبس على الصباع اللي بيستخدم للضغط على الابرة اثناء الخياطة الايه الخياطة اليدوية وظفته حماية الاصبع الاوسط من وغز الابر عند دفعها للامام داخل القماش اثناء القيام باعمال الحياكة اليدوية وله شكل استواني مجوف يصنع من الصلب او البلاستيك ويوجد منه مقاسات مختلفة طبعا عشان مقاسات الاصبع بتاعتنا نيجي بعد كده احنا عندنا دبابيس وابر طب احنا بعد ما هنشيل الدبابيس والابر من القطع اللي كنا مسبتنا هنرميها يعني تقع في الارض ونقعد ندور عليها او تحدث اصابة لحد يكون ماشي لا امال هنعمل ايه هنجيب حاجة اسمها وسادة الدبابيس كلنا اشترينا ساعة دي ابسط شكل لها الساعة دي كانت ملفوفة على وسادة صغنانة جميلة كده عبارة عن قطع عاملة زي الوسادة ومحشية من جوة اما اش او سافنج ومحتوط حواليها الساعة صح؟ احنا تلقائب ناخدها نحط فيها الايه؟ نحط فيها الدبابيس تخيلوا بقى ان وسادة الدبابيس اللي موجودة عندي داخل الورشة بتاعت الملابس هي نفس الشكل ده عبارة عن قطع من القماش بيتم تعبئتها بي السافنج او تعبئتها بالقاش علشان خاطر اقدر ان انا اسبت فيها الدبابيس اللي تم انتزاعها من القماشة لان خلي بقى انا لما ناخد ادوات الكي بعد كده في المنهج بتاعنا الترمي ده هنقول ان اساسيات الكي ان ما كويش القطعة وهي محدود فيها دبابيس طب ليه؟ لان البصمة بتاعة الدبوس اللي محتوطة المكوى لما هتمشي عليه هتعمل بصمة في القطعة بتاعتي اجي اشيلي الدبوس هلاقي متعلمة بص منظرة حتى لو انا لسه شريع ولذلك بانتزع الدبابيس قبل الخياطة علشان لا سبب لي اصابة في المكنة ولا اسناء الكي تعمل لي علامة في القطعة بتاعت الملبس بتاعتي طيب انا هشيلي الدبابيس دي هرميها واقول انا حطها في الدرج لا ممكن ما شفهاش وما لقاعمل ايه هجيب الوسادة دي اللي هي وسادة صغيرة كده تمام وابتدي ارشق فيها الدباسة فيه بعض بعض الناس داخل الورشة بتاع الملابس بيبقى عامل زي زي المعصم وهنا كده محطوط الوسادة دي يعني الوسادة بتبقى هنا كده فوق والمعصم بتاعي داخل جوه دي وبخلص وبحط بس ناخد بنا ما نحطش نحط الدبوس فيعمل ايه فيعورني لا يبقى برفك شوي يبقى احنا كده خدنا الوسادة بتاع الدبابيس احنا ايه النهاردة اللي تسفدناه من الحلقة احنا خدنا اولا الادوات المستخدمة داخل ورشة الملابس وقلنا المنددة وقلنا دولة بحفظ البطرونات والمانيكان والمرأة السلسية خدنا بعد كده العمليات اللي بتجرى للتشطيب والتفصيل وخدنا اول عملية اللي هي عملية القياس وبعدين عملية القص وبعدين عملية اغزي العلامات وبعدين عملية الحياكة ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية هناخد ما هي ادوات الحياكة والسلام عليكم ورحمة الله